السلام لبنات كديري لابس عليكم ان شاء الله تكونوا مزيانين عواشر مبروكا ان شاء الله بستحاو السلامة و طول عمر و بشما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي عارفة راسي خبرت بزاف ده باشهر ما حدد حتاشي فيديو حتاش كنت كان بتل تكر الكوزينة كنت كان قاد الكوزينة وخدت لي شهر ديال وقت باش تصايبت و كما كتعرفوا الكوزينة اللي كان طيب فيها ما كانش عندي كيفاش نطيب ولا نصور ذاك الشيلاش المهم ده باملين تصايبت وتقدت بغيت نشارك معاكم هاد البغرير البغرير ناجح 100% ديال جدواتنا يعني بالطريقة البلدية واللي واحد الكيمية اللي يعني كيعطي واحد الكيمية اللي كبيرة المهم خليكم معايا اول حاجة نحتاجوا لهاد البغرير عندي معلقة ديال الملحة و عندي واحد صاشي ديال الخميرة ديال الحلوة و عندي معلقة كبيرة عامرا زيان ديال الخميرة اللي كانعجنو بيها و عندي بالنسبة للطحين عندي نصف زلافة ديال السميد ناعمل فينو نصف زلافة و ثلاثة ديال زلايف ديال الطحين كيكونو عامرين و عندي الماء دافي باش غادي نخلط العجينة ديالي كيف مكا تشوفو زلافة هجي هي اللي عبرت بيها الطحين كنديرو ثلاثة ديال زلافة ديال فينو سميد المهم غادي دابا نزيدو غا دوك المكونات باش كنخلطو النواشي دوك النواشي فم زيان كندخلوهم في بعضياتهم عاد باش غا كنديرو الماء كما كتعارفو العجينة ديال البخرير كتكون جارية هدا هو القاوام ديال العجينة و دابا غادي ندوزو باش غادي نطحنوها في مولينكس كنديرو الكيميه الليوله حيش كيف ما قلت لكم راح وحكي كيميه اللي كبيره بزاف تبارك الله يعني هاد البغرير هاد الكيميه كنديرو بنسبة المناسبات و داك شي كيعطيك ولا يكونو غادي جيو عندكم بضيافو كيعطيك كيميه اللي كبيره المهمه هنا من بعد ما تحنت تحنة اللوله غادي نزيد الكيميه اللي بقاك ليه كيف مما كاتشوفو مين كيتتتحن مزيال وكيطلق واحد الفقاعات ههنا من بعد ما تحننا كل شي داك الخالط كيكون القاوام ديالو كما كاتشوفو في الفيديو كيكون جاري سافي دا بغادي نديرو واحد البلاستيك الغدائي على البول ديالنا وغادي نخليو البغرير ديالنا يخمر انا ما كياخدش الوقت بزاف خصوصا دا بمين كي نستهد را دغيه كي يخمر سافي هنا من بعد ما خمر الخالط كما كتشوفو في الفيديو وغادي نبدأ نطيب بطبيعة الحال كنا اخدو واحد المقيلة اللي كتكون من النوعية الجيدة كتكون باردة المقلة كتكون باردة والنار العافية كتكون جهدة مزيان كم ديرو على حسب القياس ديال المقلة ديالنا انا درت مغرف الى كانت عندكم المقلة كبيرة ديرو مغرف ونص انا عندي المقلة متوسطة درت غير مغرف ديال باك الخالط وصافي غادي نخليو البغرير ديالنا كيف ما كتشوفو في الفيديو وبالنسبة للطريقة ديال الطياب هاد البغرير كنديرو يعني المقلة خاصها تكون باردة كنديرو البغرير اللولى كنحيدوها كنديرو المقلة تحت من روبينة وكننمسحوها وكنولي عود ثاني كنطيبو فيها كنديرو البغريره الثانية ونفس الشيتة كنكم نقاع كنديرو البغريرات يعني كل بغريره كان نديروها خاصنا كنحطوها نديرو المقلة تحت من روبينة وعاد نولي ونطيبو فيها الثانية مهم هادو غير باش نشحليكم البغرير جيالكم مية في المية هنا صراحة ما بغيتش نصرع الفيديو باش تشوفو كيفاش كيجي بحل الشهدة كيجي خفيف وكيجي كله متقب انتو ما كيف ما كتشوفو في الفيديو كيجي زوين بزاف وخفيف حيتش الهدك البغرير اللي كيكون بسميدة كيجي ملقز ما كيجي زوين صراحة انا شخصيا ما كيعجبنيش البغرير بسميدة كيجي بحل ملقز هاد البغرير صراحة كيجي خفيف يعني كيجي زوين المهم هاد الطريقة ديال ماما وديال جداواتنا يعني هاد طريقة البلدية العادية البلدية وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم طريق سيف في البغرير واستمحوا لي كانا هضرت الزداب هادش هادش حال ما صورتش داك الشي علاش بحل المهم غي قبلو عليا المهمة البنات غير واحد الملاحظة باش ما ننساش في حال تما إلى البغرير ديالكم الخالط خمر ليكم بززاف زيدوا واحد نصف كاس عنب ديال ما احتى الكاس عنبه باش ما يضعش لكم البغرير ديالكم ويجي بحل الشهدى ومطار ما يواش يعني ما يضعش زيدوا غير واحد نصف كاس عنب ديال ما ولا كاس عنبه الاحسب شحل شحال الى خمر بزداف زيدو كاس الى خمر يعني فوت القياس غير شوية زيدو غير نصف كاس المهمة دية الملاحظة اللي بغيت نقول لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا